فندم يعني رؤية حضرتك يعني لأي مدى هذا المعرض خلينا نقول إن هو بيساعد في تعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومي وفكرة كمان أطر التعاون بين مصر والعالم في مجال تصنيع السلاحه ده مجال مهم جدا الحياة صحيح نقطة دي نقطة مهمة اللي هي التصنيع العسكري في مصر زي قلنا بدأ منظما طويل يعني في الستينات كنا بنصنع طيارات القاهرة 100 والقاهرة 200 وصلنا القاهرة 300 وصواريخ وبعد الأنظمة والزخائر توقف هذا بعد 67 رجعنا بعد 73 رجعنا القوة بعد 30 صورة 30 يونيو تصنيع العسكري في مصر بيقوم على مسارات مهمة جدا أول مسار وهو إن فيه شركات سلاح مصرية بيتم تطورها بحيث إنها تناسب المستويات العالمية وتصنيع أسلاح حديثة وده شفنا الحقيقة شركات صنعت مش بس تصنيع ده التصميم والتصنيع مصري 100% تمام زي المركبات المدرعة والطائرات بدون طيار فأنا شاف دي نقطة قوة نقطة القوة التانية إن الشركات المصرية المصنعة للسلاح بتشرك معها الشركات القطاع الخاص في بعض الأجزاء وبعض قطع الغيار والمنتجات فده بيدي للقطاع الخاص فرصة عالية جدا ليه يرفع مستواه وتوتين تكنولوجيا وأيضا ربح المصار المهم جدا 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 هو التصنيع بالشراكة مع شركات عالمية وزي ما شفنا الفرقاطة الألماني وقبل كده شفنا الفرقاطة الجو ويندم بالتنسيق مع فرنسا والشراكة معها كون إن شركات تصنيع دي شركات صمعة كبيرة جدا في العالم لها يعني خبرات ضخمة كون إنه يسمح لي إن أنا أصنع هذه القطع الضخمة اللي فيها تكنولوجيا عالية ثقة في مصر بيرفع مستوى الشركات الموجودة أيضا بيوطن التكنولوجيا بيدي خبرات عالية جدا للعامل المصري فانا شايف إن صناعة السلاح بتقود بالدولة تكنولوجيا طبعا السلاح فيه تكنولوجيا معقدة جدا ومسارات كتير جدا من التطور والذكاء الاصطناعي ده لما بتوطن في الدولة إيه اللي يخلي أمريكا وفرنسا وإنجلترا الدول اللي هي ذات ثقة العسكري بهذا الشكل من التكنولوجيا حتى في القطاعات المدنية صناعة السلاح هي اللي بتعمل كده صحيح إحنا لما نقول إن القوى العالمية زي ما حدراك قلت أو قطبايا للصراع يعني أمريكا وروسيا هم أكبر يعني اتنين بيصنعوا أسلاح فمصر النهاردة تخش معهم إلى أي مدى احنا دخلنا وإلى أي مدى احنا وصلنا في الإقليم وإحنا بنصنع إيه في الأسلحة الخفيفة والثقيلة وصولا للحاجات الجديدة زي الفرقاطة الجديدة اللي عملناها وراجمة الصحوري عايزين يعني نعمل نظرة بانورامية كده إحنا فيه مستويات متعددة مستويات عالية جدا زي الفرقاطات ودي تكنولوجيا عالية جدا يعني متقدمة فيها تطبيقات من الزكاء الاصطناعي وأيضا أنظمة إدارة النيران دي مئة في المياه مصري آه والدفاع الجوي أيضا وبتشيل كمان مروحيات ممكن يطلق من عليها طائرات بدون طيار يعني التركيبة نفسها بتاعت السلاح مختلفة تماما عن الحاجات القديمة كنا أن أنا كمصر أقدر أصنع هذا الشكل من التسليح السقيل للقوات البحرية أنشاء الدولة القوة ده مستوى عالي جدا تمام؟ وبالشراكة مع الشركات العالمية فديسيقها في مصر في مستوى برضو مهم جدا هو الطارات بدون طيار ومصرح العمليات الأوكراني ومصرح عمليات الشرق الأوسط أظهر بقوة أهمية الطارات بدون طيار لأي قوات جوية وأي دولة لأنها بتوفر كتير وأيضا بتساعد على تطبيق مبادئ الحرب وخاصة مبدأ القصاد في القوة كنا أنا صنع طيارات عندنا طيارات ووصلنا إن إحنا بننتج طيارات بتطير حتى زمن 30 ساعة العالم كله يعني أقصى دولة وصلت 30 ساعة طياران طيارات من طيار فإحنا وصلنا لها وعندنا تنوع في أعداد الطيارات بدون طيار وأشكالها وأنوحها ووسائل استطلاعها وكذا فده الحقيقة أنا شاف نقطة قوة عالية جدا 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 وده مستوى عالي جدا من التكنولوجيا تتكلم عن تكنولوجيا الجسم نفسه والمحركات وجسل استطلاع والربط الإلكتروني ما بين الطيارة وبين المحطات الأرضية كل دي تكنولوجيا عالي جدا يعني التصميم والقدرة والتكنولوجيا بالضبط يعني النقطة المهمة جدا نخش على الحاجات في الجيش المدرعات نصمم مدرعة وانطورها التمساح والتطوير ده وهي مش مسألة مدرعة ومركبة لا فيها أنظمة إتدارة نيران وفيها تطوير وتصنيع السلب المدرعة وده في منتهى الأهمية أنه هو علشان ده اللي بيستخدم فيه التصنيع بتاع القطع السلاح كنا نوصل لسمكات معينة من التصنيع أنا شافت دي نقطة قوة عالية جدا أيضا وصلنا نحن راجمات الصواريخ وصلنا نحن بنصنع زخائر جوية وده نقطة في منتهى الأهمية كل الموضوع ده كله بيخفف كتير جدا على موزنة الدولة ترجمة نانسي قنقر